ما حكم الذين يسافرون إلى خارج المملكة للنزهوة والسياحة إلى دول عربية أو أجنبية لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار أو البلاد التي فيها مسلمون ولكن لا تلتزم بالآداب الشرعية ولا تلتزم بالحجاب البلاد المتساهلة لا يسافر المسلم إليها لأنه يتأثر بها ويخشى عليه الفتنة فلا يجوز السفر من أجل النزهة السفر للنزهة يكون في داخل المملكة والحمد لله فيها مصايف فيها براد فيها أمان والحمد لله فيها مسلمون فيها المطاعم والمشارب متوفرة ولله الحمد فلماذا يذهبون إلى الخارج؟ نعم